مرحبا بخير كيفكم شو الأخبار يا ربكم بخير حديثنا عن العصير الأخضر بفيديو سابق حكيت عن وراء العنب حكيت تعبوا الفيديو حكيت عن فوائد وراء العنب حكيت عن فوائد البقدونس حكيت عن فوائد النعناع فوائد الشيكت فوائد الكسبرة الخضرة وطبعا فوائد الريحة الخضروات الورقية كثير غنية بكافة العناصر المادنية هي كنز من العناصر المادنية الغدائية الضرورية لصحة الجسم في بعض الأشخاص يشوفوا صعوبة بتناولها لذا كان البديل هو تناول عصير الأخضر محضر من الخضار الورقية والذي يجمع بين فوائدها جميعا خلال السنوات الأخيرة أصبح هذا المشروب السحري بديلا للمشروبات الغادية العصائر المشروبات السكرية الكثير من المشاهير بعد اكتشاف مدى فوائدها الصحية المتنوعة أهم فوائد العصير الأخضر هو عصير منوع مصنوع من خلطة من حفنة من الفواكه والخضروات الورقية الغنية بالألياف مضادات الأكسادة والمغذيات النباتية اللي عادة أنا هون رح حولت خيارة اثنين ثلاث طبعا غني بالمغذيات النباتية غني بالمعادن المنرالز مثل البوتاسيوم غني بالفايتامينز غني بحمض الفوليك غني ببرايتامين سي يحتوي على نسبة عالية من الإنزام النشطة التي يحتاجها الجسم يوميا هلا عادة رح نحط فاح أخضر ما رح نحط نوع تاني هلا انتبهوا هذه الموجودة هون مشان في وحدة فلسفة تالية كثير على انستغرام في صفحة خاصة بس بالأغذية أنا عندي تقريبا بس صفحات ولكن كل واحدة مختصة بمجال فصارت تنقذني بعدين منحكي فيديو لاحق ولكن انتبهوا هذه مصنوعة من ألياف سيلولوس ممكن تنهضم لذا اذا انت عم تشوفي الفيديو احطها انا كاملة عشان تفرحي وتقدري تشوفي مجال لتنقذي تمام ممكن يؤكل وهي الورقة الثانية كمان مشان موجه إليك زيادة إليك هون ممكن يؤكلوا ولكن انتبهوا من زيادة انتبهي علي أصباغ كمان لأنه نقطيني على الأصباغ بعدين بحكي عن الأصباغ اللي ما عرفتي تحكيها إلا بكلمة أصباغ ما بتعرفي الفرق بين باللغة العربية انه الأصباغ أصبغة بحرف الغين وليس بحرف الخاء فإذا انا مالش راح اضيفها انتوا نظيفوها بس انا ضفتها اه منحكي هلا من جوه من جوه لما تكون تقضروا اكيد كنت تقضروا السفاحة هلا البزور مختلفة علي مش راح احكي عنها لأنه نحجب فيديو سابق كنت حاكي فيه عن هيك موضوع مش راح احكي انا بصراحة مشان ما ينحجب الفيديو اه اذا هون انا حطيت انتبهي اذا حابت انقضي حطيتها لهاي اه حطيتم انا للطاعة ما بحطها عم اربعة لهاي تحق اسمخ للطفاحة منوم 5 قطع وهي كمان اعم احط تفرح اخضر احطت انا تقريبا تفرحتين لحتى تزكي الطامة حتى تزكي الطام راح احطي الثاني كمان ومثل ما ذكرتك يا موك يا باتي اه طبعا انا اه 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 احطوا كيوي احطوا انواع الفواكه اللي بتتناسب مع هذا اللون بما انهم سمعين وعصير اخضر لغناعه بالبلوروفيل طبعا اه وظائفه التنقية الجسم من السموم تعزيز مناعة الجسم احتواءه على نسبة عالية من فيتامين سي المعروف بخصائصه مضادة للاكسادة يقلل الالتهابات المختلفة في الجسم وهذا سيقلل من العديد من المشاكل التي تسببها الالتهابات مثل امراض القلب والحساسية والطفح الجلدي والطرابات المعيدة هو مصدر غنيب العديد من العناصر الغدائية منها الحديد فيتامين اي و سي و كي غنيب البروبايوتيك الخمائر الحيوية مما يساعد على تحسين عملية الهضم ترتيب الجسم لاحتواءه على نسبة كبيرة من الماء تحسين الحالة المزاجية لاحتواءه على المعادن والفايتامينز التي تقي الجسم من الشيخوخة المبكرة امداد الجسم بالطاقة اللازمة لذا ينصح بتناوله صباحا على معدة فارغة الحفاظ على نظارة البشرة وحيويتها تحفيز انقاص الوزن الزائد في الجسم من خلال تحسين عملية التمثيل الغزائي هل هناك اضرار على الرغم من فوائده الصحية الرائعة الا انه يحتوي على نسبة منخفضة من الالياف الغذائية مما قد يقلل من تأثيره الفعال في التحكم في مستويات سكر الدم وضغط الدم والكوليسترول ولا ينبغي تناوله كبديل لتناول الخضار والفواكه قد يساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم لذا لا ينصح بتناوله لو هذا مرضى السكري فقد لا يكون الخيار الأفضل لهم يمكن ان يضر بصحة الكلافة تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من الأفضلات وبالتالي فان شرب كميات كبيرة قد يتسبب في انقاص انتصاص المعادن داخل الأماء كما قد يتسبب في الإصابة بالحفصيات الكلي لازم نعرف ماهو مكوناته عادة انا اضطيت خيار اضطيت افلاح أخضر اضطيت الخيار يتمزز باحتواءه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية غني بفايتامين ك غني بفايتامين سي والبوتاسيوم والمانجانيز سوف نضيف لوم تقريبا هذا البقدونس سوف نضيف حفنة من البقدونس طبعا البقدونس سوف نضيف المعادن الضرورية للزسم سوف نضيف الحديد الفايتامين مثل الفايتامين مما يساعد على التحكم في ضغط الدم تقوية الكليا مما يساعد على التعزيز المنعة اذا لنقلل من مخاطره اذا قلنا سؤال ممكن تسألوني هل يمكن استخدام العصير الأخضر للمرأة الحامل العصير الأخضر هو من الخيارات المثالية للأم الحامل فهو يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة لصحتها وصحت جنينها كما انه بدي المثالي للمشروبات الطاقة والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مما يساعد على ضبط مستوى سكر الدم ضبط الضغط يمد الجسم بالطاقة يساعد على نمو الجنين بمعدل صحي لكن ينصح بعدم الأفراد في تناوله لتجنب المحتوى العالي من أملاح الأغزالات التي قد تضرب في الكلاه ينصح في تناوله بالنسبة للمرأة الحامل مرتين بالأسبوع إذن المرأة الحامل ينصح فقط بتناوله مرتين بالأسبوع ماذا يمكن أن يساعد العصير الأخضر؟ العصير الأخضر مثل ما حكينا هذا الخليط من الخضروات والفواكد بإمكان الشخص تناول هذا العصير على وجبة الفطور أو كوجبة خفيفة صحية مليئة بالفوائد له قدرة خارئة على التخلص من الوزن الزائد في علاج مشاكل الكولون حفاظ على سلامته يعتبر وسيلة تخول الإنسان على الحصول على العديد من العناصر الغدائية بالنسبة للشعر الأبيض ما صحة هذه المعلومة؟ طبعا تم اكتشاف العصير الأخضر من قبل كاتبة لها بعض الكتب المهمة حول الصحة بما في ذلك النظام الغذائي لقد اطلق على سير الأخضر لقب مشروب الطاقة وكانت مكتشف هذا الشراب اخترعته قد بدأ بتناوله عندما كانت في السن الخمسين ففي ذلك الوقت كان شعرها كله رماديا وفي فترة قصيرة تحول شعرها إلى اللون البني الذي كان لهم شعرها الأصلي وعندما أصبحت بالثمانين عمضتها تلعام مزاتها إلى أخذ قصلة من شعرها لتأكد من عدم نجوءها إلى صباغة الشعر وهنا أوضحت أن تحول لون الشعر يعود إلى نقص المعادن في الجسم أما عندما يكون الجسم قادرا على توفير هذه المعادن فما رح يصير الشيب أو رح يتأخر الشيب هلا بالمجمل رح أعمل شوفوا الفيديو البعض وفي مكون واحد منهم بس رح أعمل الخلطة في تاني مرة أتمنى تشوفوا هذا الشيء هون كمان حطيت أوراق نعنى وحطيت أوراق نعنى وحطيت أوراق من الشبت وأوراق من الكذبة على الخضاء وحطيت الأسلام كما تكيب بإضافة أوراق نجوء ماء لانه ما رح يضبط لديهم ماء ضمن الاسياء اللي رح يضيفها لازم تنتقفه تحديد عصير كيمون حامل لا يأتي نكهة ويسبت الفيتامينز ويخلي لونه ما يتغير كثير رح اترك شوي هون ورح اترك شوي للفيديو اللي بعده شوفوا شو بالفيديو اللي بعده شو بدي احكي عن مكون واحد من هذه المكونات وكيف ممكن تستخدموا بالنسبة للشعر الابيض هلا رح نضربون على الخلاق هلا انا بصراحة يعني لا يعني تاخذوا شي اذا بدكم وجبة غنية بالالياف فحطوا صفو انا بدي صفي اذا بدكم وجبة غنية لانه 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 رح امشي عليه لفترة رح نشوف شو ممكن يساعد الجسم لانه لانه امشي صحيح امشي امشي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة